روح إلى خبرنا الثاني من موسم الرياض إلى شركة لما المالية أعلن شركة لما المالية وهي شركة تقنية مالية ناشئة شركة تقنية مالية ناشئة تقدم حلول التمويل للمشاة الصغيرة والمتوسطة عن إغلاق جولتها الاستثمارية الأولى بقيمة 20 مليون ريال سعودي والتي تعد أحد أكبر الجولات الاستثمارية الأولية لشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية هذه الجولة الاستثمارية الأولى بقيادة رائد بنشرز ومركز رامكو لريادة الأعمال واعد والذي ذكرنا في حلقات سابقة كثير من الأخبار عن مركز واعد هذه الجولة الاستثمارية تهت في دعم الشركة في تطوير أعمالها وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلول التمكين مما يساهم في رفض كفاءة رأس المال العامل للموردين ويضاعف العوائد المالية للخزينة وبتأكيد هذه الحركة الاقتصادية وحتى إن كانت مع الشركات الناشئة هي تماشيا وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 في السعودية وفي تطوير طبعا القطاع الخاص وزيادة مساهمة الشركات المتوسطة والصغيرة في الناتج المحلي الروح الى